اشتركوا في القناة سباح الخير يا فادي سباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان بصبح على كل مصر وعلى كل مصريين بنتمنى دايما ان يكون يومنا بيبتدي بشيء ايجابي بنتمنى دايما ان يكون يوم ايجابي على بلدنا الجميلة اللي كلنا بنحبها واللي ملناش غيرها في الدنيا والحقيقة انه كان اسبوع مؤلم كان اسبوع في حوادث كتير كان اسبوع في ضحايا كتير ولكن ان شاء الله هنتخلص بإذن الله من كل ده وعندنا فقرات كتيرة جدا يا فادي بس قبل ان اتكلم عن اي حاجة رانيو انبارح فوجينا بفيديو بيورد على القناة الفضائية لانصار بيت المقدس مزلين فيديو 20 دقيقة وهم لابسين جيش وعملين كمين عند مدخل مركز ورئاسة مدينة رفح اعتقد شيء مزعج جدا لكل المصريين واعتقد فيه بيانات كثيرة جدا بتصدر عن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة نتمنى حد يرد علينا لانه الموضوع مزعج جدا ومفزع جدا خصوصا بعد ما حماس اعلنت العداء بشكل رسمي وفي فيديو مصور وعلى لسان كتاب القسام قالت نجحنا في نقل المعركة الى قلب الداخل المصري ده كلام خطير انه يعلن اعلاميا ويتم اصداره بالطريقة دي ومع الفيديو ده نتمنى يكون في رد من القوات المسلحة لان ده ازعج الكثيرين من انبارح كلنا محتاجين رد من القوات المسلحة وطبعا زي ما حضراتكم اكيد عارفين وامتابعين ان حركة حماس الان هي حركة محظورة زيها زي جماعة الاخوان الارهابية وطبعا ده بسبب اشتراكهم في في مساعدة وفي تمديد الجماعات الارهابية والكل الالتسينة اللي كانت بتقول مفيش حكم قضائي ضد حماس صدر حكم قضائي ضد حماس عشان نخرس الالتسين عندنا فقرات كتير عندنا فقرة طبعا وهي فقرة الصحافة وكالعادة متابعة لاهم عنوين الصحفة ومتابعة لكل ما هو جديد وكل ما ورد في الصحافة اليومية لصحافة الخميس 13 فبراير 2014 عندي كمان فقرة تانية هتكون مع الأستاذ محمد أنور السادات وهو رئيس حزب الإصلاح والبناء هنتكلم معاه عن الاجتماع اللي قام به الرئيس عدلي منصور مع مجموعة من السياسيين ومجموعة أيضا من الرؤساء الأحزاب وكثيرين من الأشخاص الهمة حول منقشة قانون الانتخابات أو قانون تحصين قرارات اللجنة العنية للانتخابات العامل انقسام في الحركة السياسية بشكل عام هنتكلم أكتر مع الأستاذ محمد أنور السادات هنترح عليه مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة فتابعونا طبعا ده مهم جدا لأنه الاجتماع ده حسم الوضع بالأغلبية أنه توافقه على أنه يجري الأمر على ما هو عليه على مصادر في القانون هيكون معنا كمان معنا فقرة مهمة جدا عن الضرائب لأنه في صرح بالأمس وزير المالية هاني قادر دميان أن الحكومة تدرس فرض ضريبة إضافية تبلغ 5% على أصحاب الدخول المرتفعة لمدة عامين هنتكلم في الموضوع مع أستاذ ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية هيكون كمان معنا فقرة مع أستاذ أحمد غاني من روائل عن كتاب عن الثورة باللغة الفرنسية صدر له نتكلم بالتفصيل معاه عن الكتاب وأخيرا هيكون عندنا فقرة نسائية بحتة وهي فقرة عن الإكسسورات وكل ما هو جديد في عالم الإكسسورات بعد الفوصل نبدأ لفقراتنا أليكومة